جي جي راح يقول ما هو الحل السيرحماني للإطاحة بهذه العصابة الجديدة؟ الهيكلة أنه الشعب يقبل فكرة أنه لازم قيادة تقود في المحركة هذه ضد العصابة العصابة عندها قيادة هي العسكر جنرات الأركان والنا تقرس من تحم هذا التفون سامحوني قوتو حتى تسيل فوله ما نقول تفون سامحني شو ديزولي سامحني شو ديزولي عندنا تقرس من تحم تبون الشعب لا تقرس من قيادة سياسية تغفر مع الناس ويقول قيادة تعني في الحبس ويخرجها والقايد تعك في الحبس ويخرجه والقايد الذي لا يوجد عاد جوان وهو قايد والقايد الذي لا يوجد هيكل وراه يدافع عليه والله يقود المعركة والله يموت والله يتسخط والله يتسجن والله يتسجن لازم وراه قيادات كيف يتسجن في طيار تاعه في الحزب تاعه نحن نقول لهم بطريقة أيمنة والغاش يقول لك لا لا أيمنة كيف يتسجن كيف يتسجن كيف يتسجن كيف يتسجن كيف يتسجن ما تربحوش دون قيادة دون هيكلة شعب ما يربحش ودجبات سلمية سلمية من رصاصهم سلمية كذو القيادة السياسية ما تنجحش سلمية نشوف من المدى الحراك لا أبدا كنابست وهو المعلم تعتربيه بعض المناطقين تحرم في الميدان وما زالوا يواصلون وهو كان سنديكا أو ما قلعه في البداية يقعد يدخل لا سامح لي لا 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 لن يوجد سنديكا لا يوجد كنابست لا تريد كنابست لا تريد كلمة وقال لنا وقال لنا جاه تليفون من الجهات العليا قالوا بطلاء وقال لنا سوف تضيف هلوكا ما قالوا ما قالوا الجهات العليا هذه بلقا علي يطلوا واحد من تاكسيفون من براس كينيدي قالوا قلع ما قالوا لا تريد كنابست والشيوخة على ما يضربوا على المصالح انتحم لا الشيوخة في الجزائر نوزهة الشيخ الذي لا يقرر يشروض في الكلاسة ويجعلهم ما يعتبروا هذا شيخ او حركي او بزانسي او ماذا يكون لكن ربما سرح ماني معناش نشوفه بلق من نعرفوشنا المشاكل تعال الاساتيدة نشوف انا شوفنا الفيديو وعنداش بزاف في جوايا شلف ما يشعرف في فيلمي في فيلمي في اندريكت و بردك يعارف الاستادة هذا يصير فيم يعارف نشوفه الاستاد ما بقيته تقيمة ما بقيته هذا المافيا ما بقيته ما بقيته الاستاد اللي وعي الولاد باش يخرج منهم قيادات البلاد هو يجي يراميات فرنك على كرشو شمن استاد عندنا شوفوا ايها الشعب الجزائري ما عنديش على وهن كذب لازم كل واحد يصلح من نفسه كل واحد يركب يدي يخلق الروحه مبادئ مبادئ يخلق الروحه فكر يخلق الروحه يخلق الروحه قدر يجي طيح قدرك الأستاد كم مطاح شقدروا طالبان ما تيحلوش قدروا بكري زمان يا سواصون ديس كاترة فانطان في الجزائر كانوا الشيوخ همتاع الزوي يسلكوهم بطرف خبز ببطال بن صح بقدرهم موش من آساتيدة عندنا نظرك موش من آساتيدة بين كافون نون يديرولك ألف غلطة موش من آساتيدة حبسوا الكتب هجمعها لازم الشعب الجزائري يفهم الوضعية الحقيقية اللي يرانا فيها نقفضوا على درعينا وننوضوا نخدموا ونشكلوا قيادة وننوضوا نطالبوا بمؤسسات اللي تخلينا ننهضم التخلف اللي يرانا فيه موش من آساتيدة موش من آساتيدة ونطالبوا بمؤسسات ونطالبوا بمؤسسات لكن الهدف واحد استقلال الجزائر لكن الله غالب هذه الناس زي طوط الناس اللي معاه عندهم عقلية وحدة خراءة عندهم ضارف وحدة خراءة والله عندهم وشيطانة تعليمات خراءة والله المهم أنا ما زي طلبوا مني حتى واحد نتعامل مع حتى واحد أنا الدور نتاعي الكلمة اللي نشوفها حق وهذا المنطلق نتعجبها في القوى الحية وحجبة القوى الحية نقولها للشعب بصح ما تطلبوا مني أنا نزيد نتصل بحتى واحد والله نقعد مع حتى واحد اللي بغي تزاير يضرب على تزاير ومرحبا به بصح لا عيطهم جدا اخترى الناس هدو لا حياتي لمن سونادي أنا ما عنديش حسابات انتخابية عندي روح وطنية سرح ما نشفنا بلي الفينومنت على الحرقة في الديبيت الحيراك فلسك رجع للزيرو پوصان يصفي نقولوا أبليل أبليل الالكسان تعال تعتبول بخصي ما بخصوك على القبيل والأطفال بالموجود على سبيل المطار اجمع ما بيوجد نعم بخصوك ما عندنا ولي ما عندنا ولي بصح معظم المناظرين بين قوسين السياسيين اللي عندهم حرية التعبير رامي يقولوا سلمية سلمية وسننتظر سلمية سلمية هذي لجنة لينوت الصباح يبعتوا بابا من ربعت على الصباح وهم كفر على شكارة حليب سنورمال يحرق لجن اللي يشوف باللناس في العالم البرا عايشة زي وهو في الداخل ما عنده حتى عمل الأصلا أنه يعيش كينان جان في العشرينات ما عندهش حق قهوة ما عندهش حق قهوة كيف ما يحرقش يحرق على ناج وماذا من القيادة السياسية يتيق فيها يتيق في واحد كما تبونه ما عندهش مين با لوقفة ما عندهش مين با لوقفة ما عندهش مين كاريز موكا شيف دايرها شيف دايرها ربعين سنوات يضرب في الشيطة هيك روايابل شغل البلاده دي ما عندهش رجالة عندها غير طحاحلة كياك سيدوا بطوفوار ويطلعوا هيك روايابل شكرا بك